سريعاً لزميلي العزيز عمر ربيع عسين علشان يتكلم عن آخر الأخبار العالمية مسائل فل عليك يا عمر أمير بشكرك شكراً جزيلاً مسائل فل عليك وعلى كل مشاهدي قناة النادي الأهلي طبعاً بشكرك شكراً جزيلاً وأكيد يعني فقرة أضافت الكثير لجمهور النادي الأهلي وزي ما أمير تكلم وقال المهم أنك تشارك في إن شاء الله الليحة النظام الأساسي للنادي الأهلي وجود الجمهور أكيد طبعاً وجود الأعضاء مهم جداً جداً إن شاء الله يوم 28 سبتمبر لكن نبدأ معكم سريعاً علشان الوقت يجري مننا بآخر فقرات الأهلي الليلة وهي فقرة الكرة العالمية واللي بنتناول فيها مع حضراتكم كل الأحداث اللي موجودة على الساحة العالمية فيه يمكن لقاءات بتقام حالياً ودوري الأمم الأوروبية بيقام ناس كتيرة مش فهم الدوري ده عبارة عن إيه ناس مش فهم أي حاجة عنه فجأة لقوا إن فيه لقاءات بتتلعب ما بين فرنسا وهولندا وإيطاليا وبولندا وفيه أسام كبيرة جداً موجودة لكن قلنا نبدأ بيها ونشرح لحضراتكم إيه الهدف أو إزاي البطولة دي بتقاموا إيه الهدف منها ونشرح لحضراتكم ليه عدد المطشاط وإيه الهدف من الاتحاد الأوروبي وإقامتها في الفترة الحالية طبعاً قبل ما أستعرض مع حبراتكم صور أو شكل المجموعات هبدأ معاكم بيه إيه هدف من إقامة دوري الأمم الأوروبية الهدف من الإقامة هو هدف تسويقي وفي نفس الوقت هو تقليص عدد المباريات الودية في أوروبا ما بين المنتخبات وكمان أكيد ليه هدف تاني مهم جداً هو التأهل إلى دوري أو بطولة أمم أوروبا عشرين عشرين إزاي كل الكلام ده؟ جيل اتحاد الأوروبي في 2011 يعني فكر في فكرة زي كده أن إحنا ممكن نيجي في 2018 نعمل دوري الأمم الأوروبية بيكون عبارة عن عندنا أربع مستويات المستوى الأول المستوى التاني المستوى التالت المستوى الرابع كل مستوى هنعمل فيه أربع مجموعات عشان بس الناس لازم تركز معايا وإيه ونصحصح علشان نفهم الدنيا مشة إزاي المستوى الأول زي ما قلت لحضراتكم مستوى تاني مستوى تالت مستوى رابع كم منتخب يشارك في دوري الأمم الأوروبية خمسة وخمسين منتخب المستوى الأول والمستوى التاني اتنشر منتخب يعني المستوى الأول أربع مجموعات كل مجموعة تلت فرق المستوى التاني أربع مجموعات كل مجموعة تلت فرق المستوى الرابع أو المستوى التالت والرابع هنلاقي أربع مجموعات في بعض المجموعات هتبقى أربع فرق وفي بعض المجموعات تلت فرق طيب إيه اللي بيحصل بعد كده طبعا كل اللقاءات بتكون ذهاب وعودة يعني المستوى الأول والتاني والتالت والرابع كلهم ذهاب وعودة كل مجموعة هيبى فيها أول يعني المستوى الأول أربع فرق هتكون على قمة المجموعات والمستوى الثاني أربع فرق والتالت والرابع طيب بنعمل ايه بعد ما الأول يكون أو المستوى الأول يكون فيه أربع فرق دي المجموعات اللي هقولها لحضراتكم لكن بعد بس مشرح لحضراتكم المجموعات أو نظام دوري أموم الأوروبية في المستوى الأول لو عندنا أربع فرق هم المركز الأول هيتجمعوا هيلعبوا قبل نهائي ونهائي نفس القصة في المستوى الثاني نفس القصة في المستوى الثالث والرابع البطل من المستوى الأول والبطل من المستوى الثاني والثالث والرابع هيدخلوا عادي جدا في تصفيات أمم أوروبا اللي هتبدأ في 2019 طيب لو منتخب منهم ما تقاهلش في مجموعته اللي بتقاهل إلى طولة الأمم الأوروبية دوري أمم أوروبا يشفعله ان هو يكون موجود يعني على سبيل المثال فرنسا دلوقتي صعدت او اخدت المركز الاول في المستوى الاول وجدت في تصفيات أمم أوروبا طلعت تالت او رابع وبكده ما يحقلهاش ان هي تكون موجودة في بطولة أمم الأوروبية اللي جاية عشرين عشرين بطولة او دوري أمم أوروبا يشفع لها عشان هي حصلت على المركز الاول ان هي تكون موجودة في كاس الأمم الأوروبية عشرين عشرين طيب عندنا دلوقتي احنا بنتكلم على المكسب طيب الهزيمة لو الاربع فرق اللي بيتزيلوا المجموعات ينزلوا المستوى التاني والتاني ينزل التالت والتالت ينزل الرابع وهكذا هدف تسويقي بحث وفي نفس الوقت تقليص عدد المباريات الودية للمنتخبات انت أنا هلعبك ماتشات جمدة بس أنا هكسب فيها فلوس وفي نفس الوقت انت كمان هكون مستفيد ان انت تلعب ماتشات أقل بس ماتشات أجمد وفي نفس الوقت هيكون في تنصيقها عشان كل الأمور تكون منسقة ما بين الاتحاد الأوروبي والمنتخبات الأوروبية البطولة طبعا أكيد هتنجح طبعا أوروبا عندها ميزة ان كل البلاد قريبة من بعض عملية التنقل سواء بالطيران أو بالقطارات أو بالعربيات الأوتوبيسات تكون سهلة جدا عكس مثلا قارة زي أفريقيا قارة زي بنتكلم على أمريكا الجنوبية يعني الموضوع فأوروبا هو ميسر بشكل تام هنعرض لحضراتكم دلوقتي المجموعات وهستعرض معاكم وهنقول لحضراتكم المستوى الأول الأربع مجموعات المستوى الثاني المستوى الثاني المستوى الثاني المستوى الرابع نبدأ معاكم ب أقل مستوى الأول وطبعا اللي بين قدام حضراتكم هو على الشمال اللي مكتوب عليه حرف الأي بالأحمر أول مجموعة أسبانيا فرنسا أيسلندا المجموعة الثانية في المستوى الاول نركز في المستوى الاول يعني اقوى 12 فريق في قارة اوروبا البرتغال انجلترا بولندا عندنا عندنا المجموعة التالتة بلجيكا سويسرا كرواتيا المجموعة الرابعة المانيا ايطاليا وهولندا طيب نروح ل المستوى التاني اللي هو بالازرق اللي محطوط عليه علامة بي بالازرق اول مجموعة روسيا وايرلندا والدينمارك مجموعة التانية النمسا واوكرانيا وتركيا مجموعة التالتة سلوفاكيا والسويد وايرلندا الشمالية مجموعة الرابعة ويلز والبوسنا والشيك نروح للمستوى التالت المجموعة الاولى سلوفينيا واليونان وبولغاريا واستونيا المجموعة التانية سكوتلندا والنرويج وفنلندا وابرس مجموعة الثالثة رومانيا والبانيا ومنتونيجرو واليتوانيا كلهم أربع فرق المجموعة الأخيرة في المستوى الثالث هي الوحيدة للثلاث فرق فيها المجر وصربيا دول المجموعة الرابعة نروح للمستوى الرابع ونبدأ معها بأول مجموعة أزربيجان ولكسنبورج وملطا وسان مارينو المجموعة الثانية مقدونيا ولاتفيا وليتشنشتاين وأندورا مجموعة الثالثة بيلاروسيا وجزر الفارو وكزاخستان وكزفو المجموعة الرابعة جورجيا وأرمينيا وملدوفا وجابل طارق كل دول طبعا يعني المستوى الرابع كل المجموعات أربع فرق المستوى الثالث كله أربع فرق مع هذا المجموعة الثالثة يعني على قد ما بنظر حاولنا نشرح لحضراتكم نقول لحضراتكم المجموعات الموجودة ونشرح نظام دوري الأمم الأوروبية سريعا هنقول لحضراتكم أبرز النتائج واللي كانت بدأت لدوري الأمم الأوروبية يوم 6-9 ألمانيا طبعا اتعدلت مع فرنسا 0-0 ويلز فازت 4-1 على جمهورية أيرلندا يعني دي أبرز النتائج سريعا علشان الوقت طبعا بيجري مع حضراتكم إيطاليا اتعدلت مع فولندا واحد واحد وروسيا يعني بعد المستوى الرائع اللي فنش بيه بطول كأس العالم بتفوز على تركيا 2-1 في تركيا كل اللقاءات بالمناسبة ذهبوا عودة زي ما قلت لحضراتكم ودي بالنسبة لليوم الثاني اليوم الثالث سويس رفزت على إيسلندا 6-0 أسبانيا طبعا بتفوز على منتخب إنجلترا في ومبلي 2-1 واليونان بتفوز على إستونيا 1-0 أما اللقاءات اللي بتقام دلوقتي وهي اليوم الرابع فرنسا متقدمة على هولندا بهدف مقابل لشيء أحرازه أوكرانيا وسلوفاكيا 1-0 لأوكرانيا والدنمارك وويلز 2-0 للدنمارك يعني دي أبرز النتائج اللي موجودة في دوري الأمم الأوروبية طبعا لخبطها كبيرة جدا بالنسبة للجمهور المصري والجمهور المتابعة مش بس جمهور مصري احنا نتكلم كمان على الجمهور العالمية حتى كان فيه تصريح لجارث ساوث جيت ومجواير طبعا ساوث جيت هو المدارب المدير الفني للمنتخب الإنجليزي بيسئلوا في المؤتمر الصحفي فاتكلم وقال أنا مش فاهم البطولة ماشية ازاي لكن أنا هلعب على المكسب وزي ما تيجي تيجي لكن أنا مش فاهم البطولة ماشية ازاي وده كان نفس الكلام هاري ماجواير لعب لسل سيتي ولاعب المنتخب الإنجليزي اللي بالمناسبة جدت عقده مع فريق لسل سيتي لعشرين تلاتة وعشرين وهو عقد بمتد إلى خمس سنوات خلاصت معكم دوري الأمم الأوروبية هنروح معاكم سريعا إلى الصحف العالمية علشان نعرف ونتابع إيه اللي بيدور في الصحف العالمية وهنبدأ معاكم بيه الصحف الإنجليزية وهنشوف خسارة مدى صدى الخسارة على الجمهورة الإنجليزية وعلى الصحف الإنجليزية هبدأ مع حضرتكم بصحيفة سان سبورت الإنجليزية بتقول الأسود يزمون لأول مرة على ملعبهم من 2007 ولعنة الإصابة بتضرب لوكشو من جديد طبعا لوكشو لاعب منتشستر ولاعب المنتخبة الإنجليزية تعرض إلى استضام عنيف مع كرفخال ده طبعا كان في الرأس وأكد مصدر في الاتحاد الإنجليزي أن اللاعب بعد المباراة تمكن من المشي والكلام في حجرة الملابس بعد أن تلقى الأكسجين على الملعب وتم إخراغه على النقلة طبعا كان منظر يعني مرعب في ملاعب كرة القدم طبعا الخبر الثاني المتصدر الصحف العالمية يعني لسه بنكمل معكم في جريدة سبورت أن نتكلم على جون تيري وهو بينتقل وهو بينتقل أو خلاص على بعض خطوات من إتمام انتقاله إلى سبارتاك موسكو في انتقال مثير جدا بعد ما رفض عرض أستون فيلا وبالتالي جون تيري هيكون متاح أنه يلعب دوري أبطال أوروبا مع نادي سبارتاك موسكو اللعب هاتقادة راتب أسبوعي ستين ألف باوند طبعا وأخيرا بما أن جريدة ديسمبي تتكلم على على عقود والانتقالات طبعا أرنولد وجوميز لعبة ليفر بول هيتم رفع عقدهم من ستين من خمسين لستين ألف باوند أسبوعيا ده بعد ما الاتنين لعيبة شاركوا مع منتخب بلدهم في كأس العالم نروح لصحيفة إكسبريس سبورت الإنجليزية يعني دائما إنجلترا هي اللي بيكون فيها جدل كتير جدا هي اللي بيكون فيها كلام كمان بعد خسارة المنتخب الإنجليزي مع جاريث هاوس جيت في أول ولاية ليه لويس إنريكي مع منتخب أسبانيا وأكيد طبعا فوز المنتخب الأسباني على المنتخب الإنجليزي في وامبلي أعتقد فوز مش سهل تماما بتفوز على إنجلترا من المنتخبات اللي جددوا دماؤهم في بطول الكأس العالم الأخير وشوفنا قد إيه جاريث هاوس جيت قدر أنه يعمل طفرة في صفوف المنتخب الإنجليزي لكن يبقى في بعض المشاكل اللي كانت واضحة جدا في مباراة أسبانيا اللي أقيمت أمس في خاطة دفاع المنتخب الإنجليزي نروح لصحيفة إكسبريس بسرعة ناخد بعض العنوين اللي موجودة على الصحيفة وطبعا بيتكلموا أيضا على إصابة لوكشو وإنجلترا تصعق بإصابة لوكشو اللعب يغادر الملعب بعد تصادمه في يوم عودته إلى منتخب إنجلترا طبعا لوكشو ما كانش موجود مع المنتخب في كأس العالم لكن كانت إصابة صعبة جدا فيها الرأس يعني شوفنا طبعا الإصابة قدام حضراتكم كرفخال بيصدم بلوكشو وبالتالي اللعب بيغمى عليه بيتم تدخل فريل إسعاف بعض التدعمات والتنافس الصناعي اللي شوفنا واللعب انتقل طبعا إلى غرف خلق الملابس على فكرة دي أول مباراة للوكشو مع المنتخب الإنجليزي من عام 2015 يعني بعد ثلاث سنين وحظ وحش جدا جدا يعني بعد ثلاث سنين غياب عن المنتخب أو المباراة يتصاب فيها كاملين معاكم لسه كمان في إكسبرس إنه بتتكلم على تيري وقع مع سبارتاك موسكو وإن قائد إنجلترا السابق ولاعب تشيلسي رفض عقد أستون فيلا وإنه هو مضى سنة واحدة وكمان فيها بند أو فيها خيار تجديد لسنة أخرى وهياخد قيمة السنة كلها على بعض مليون وتمنمائة ألف باوند في السنة ده بالنسبة ليه إنجلترا يعني حاولنا نجيب لحضراتكم أبرز الأخبار لكن هو ما فيش لا صوت يعلو فوق صوت خسارة المنتخب الإنجليزي زي ما قلت لحضراتكم من 2007 يعني حكتين مهمين جداً لإنجلترا خسارة من 2007 ولوكشوب طبعاً بيتصاب في أول انضمام ليه للمنتخب من عام 2015 لكن على الجانب الإنجليزي وشوفنا رد الفعل عامل إزاي لازم نروح لصحيفة سبورت الأسباني ونشوف مدى رد الفعل على فوز المنتخب الأسباني في أول مباراة رسمية للويس إنريكي وأولادة من جديد هم شايفين الصحافة الأسباني دايماً بيكون تعبيراتهم قوية جداً شايفين أن المنتخب الأسباني تم أولادته من جديد والعنوان منتخب لويس إنريكي يبدأ بفوز كبير في ومبلي وأسبانيا تستعيد روح الانتصار في مباراة سجل فيها كل من سؤول ورودريكو ده طبعاً بالنسبة لي المنتخب الأسباني أكيد طبعاً سبورت سبورت بتتكلم على أرثر لاعب راشلونة المنضم من الدوري البرازيلي في بدايته مع المنتخب في مباراة والودية ماماً لوليات المتحدة الأمريكية إنه هو بيتقلق في بدايته مع منتخب البرازيل نروح بقى لإيطاليا ونشوف العاصفة اللي موجودة في الصحفة الإيطالية بعد تعادل المنتخب الإيطالي أيضاً مع منشيني في ولايته الجديدة مع المنتخب وتعادل أمام بولندا في إيطاليا طبعاً منتخب إيطاليا يا جماعة ده منتخب كبير جداً منتخب عنده أقوى دوريات اللي موجودة في العالم لكن إيه مشكلة إيطاليا؟ يعني كان فيه قبل كده أحداث بتدور إن منشيني بيشتكي من عدم اشتراك أو اشراك لعبي المنتخب الإيطالي في الدوريات وخاصة في الدوري الإيطالي عنده مشكلة لو نشتكر زي مشكلة منتخب مصر اللي موجودة في مركز رأس الحربة لأن احنا عندنا في كل نادي رأس حربة دايماً بيبقى أفريقي مش لاعب محلي وبالتالي لما المنتخب بيتم الاختيار مركز رأس الحربة بيبقى عندنا مشكلة جديدة جداً دي نفس المشكلة اللي موجودة في إيطاليا إن منشيني بيشتكي إن لعبة المنتخب الإيطالي مش بيشاركوا بشكل أساسي مع أنديتهم في الدوريات وخاصة الدورية الإيطالية تعالي نشوف وانتابع كوريري ديالسبورت الإيطالية إزاي تناولت أحداث تعادل المنتخب الإيطالي مع بولندا يعني هما كتبوا طبعاً الكلمة الكلمة اللي بالأبيض والكلمة اللي بالأصفر هي كلمتين إعادة بناء أو غرق ما فيش حل بالنسبة لهم في النصف ما شايفين يا إما يتم إعداد المنتخب الإيطالي ده إعادة بناءه بشكل كويس جداً 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 أو المنتخب الإيطالي هيغرق تماماً وهيفقد ضالته في هيمنتو اللي كان طبعاً متمتع بيها في أوروبا وفي العالم نحتاج لتغيير كرة القدم في إيطاليا ومنشيني غداً يواجه البرتغال ويحضر لخمس أو ستة تغييرات في الهجوم إيموبيلي لاعب لاتسيو وهداف الدوري الإيطالي واحد من العباء المميزة هيكون فيه الهجوم وبالوتيلي خارج التشكيلة وإمكانية هجوم ثلاثي مع بيراردي طبعاً ده بالنسبة للمنتخب الإيطالي وشوفنا طبعاً إنهم عندهم أحداث ساخنة جداً ومهتمين بالمنتخب وعندهم يعني المنتخب يأم حياة أو موت باللغة بتاعتنا في مصر يعني خبر مهم جداً لكل اللي متابع كرة عالمية اتكلمنا في كاس العالم على إن مدرب المنتخب الأرجنتيني ووجود ميسي كانوا عائق بالنسبة لديبالا وإن ديبالا مش بيلعب بسبب إن ميسي بيتكلم مع المدير الفني بيقول له ما تلعبش ديبالا أو أنا مش هلعب غير في مركز تحت رأس الحرب وده المركز اللي بيلعب فيه ديبالا طيب كاس العالم خلص ومدرب الأرجنتين ميسي وميسي أخد أجازة من المنتخب الأرجنتيني وبالتالي جيدور ديبالا ديبالا برضو في عدم وجود ميسي مش موجود في التشكيلة الرئيسية وده العنوان اللي اتكلمت عليه كوريرو ديلي سبورت واحد ديبالا من واحد من اللعيبة والأعمدة الأساسية اللي موجودين في فريق وينتوس كلمة قالت ديبالا خارج التشكيلة على الدكة مع الأرجنتين لا يجد المساحة حتى بعد ميسي تماماً كما فيه اليوفي اللاعب أصبح قضية يعني ديبالا واحد من المواهب اللي محدش يختلف عليها لكن للأسف بيجي بعض الظروف والمواقف اللي بتحتم على المدير الفاني أنه هو يتم استبعاد ديبالا ديبالا واحد لو أي حد سألته لو عندك ديبالا محدش هيتردى تماماً أنه هو يقولك أنا لازم أحطه في التشكيل يعني من ضمن 11 اللاعب لازم يكون موجود حتى لو يقف جود بس ديبالا لازم يكون موجود مهارة وكاريزمة وقوة تصويب وشخصية في الملعب لعب صغير في السن كمان وبالتالي يعني موضوع ديبالا ده هي بغضية تشغل الرأي العام الإيطالي الفترة القادمة أكيد رأي العام الأرجنتيني في الفترة القادمة نروح لآخر صحيفة موجودة معنا هي صحيفة لكيب الفرنسية زي موت لحضراتكم منتخب فرنسا بيلعب حالياً مع المنتخب الولندي والمنتخب الفرنسي متقدم واحد صف على منتخب ولندا وصحيفة لكيب من أشهر الصحف اللي موجودة في فرنسا وأخذت عنوان اللقاء الأول منتخب فرنسا يلتقي لأول مرة بجمهوره في استاد فرنسا بعد شهرين من الفوز بكأس العالم بمواجهة المنتخب الهولندي الشاب منتخب هولندا طبعاً أكيد 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 بيبني يعني في فترة بناء هو كمان لمنتخب بلاده بالمناسبة منتخب فرنسا الشروط الأول انتهى واحد صفر متقدم على المنتخب الهولندي قبل ما نروح بقى لفقرة الفيديوهات سريعاً عشان الوقت بيجري مع حضراتكم يعني سريع بما نحن كرة عالمية فهندخل لحضراتكم بعض النتائج اللي موجودة في تصفيات الأمم الأفريقية واللي كانت بتقام اليوم إن بارح كان فيه لقاء أكيد منتخب مصر ومجموعة منتخب مصر اللي بيستكملها المنتخب التونسي اليوم بفوزه على منتخب سوازيلاند لكن يعني منتخب يمكن السنغال بتتعادل 2-2 سوازيلاند بتخسر 2-0 من المنتخب التونسي وبالتالي منتخب تونس بيتربع ويتصدر عرش المركز الأول في مجموعة اللي بتضم منتخب مصر ما ننساش إن منتخب مصر في آخر جولات وإن شاء الله هيلاقي المنتخب التونسي فيه مباراة قوية جداً يعني منتخب مالي بيفوز 3-0 على جنوب السودان منتخب كوتيفور بيفوز على رواندا 2-1 أما الكونغو وزنبابوي 1-1 أنجولا بتفوز على بوتسوانا 1-0 ولايبيريا 1-1 مع الكونغو وتوجو وبينين 0-0 أما غينيا بتفوز 1-0 على أفريقيا الوسطى ده يمكن معظم الأحداث والأخبار اللي موجودة معانا يمكن أهمها النهاردة أماها بنتكلم على تصفيتهم أفريقيا وأيضا دوري أمم الأوروبية نروح معكم بقى سريعاً إلى الفقرة الفيديوهات اللي بنختار لحضاراتكم فيديوهات مميزة جداً جداً بتشوفوها معانا فقط على قناة الأهلية زي ما قلت لحضاراتكم وتكلمنا على مباراة إنجلترا وأسبانيا والمباراة كانت قوية جداً على ملعب وامبلي واخصارة أولى للمنتخب الإنجليزي 2-1 من عام 2007 جبنا لحضاراتكم الهايلايتس أو الكواليس اللي موجودة فيه طبعاً أثناء دخول المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأسباني وأيضاً الاستعداد لخوض المباراة في اللفتة طيبة وفيها روح رياضية يعني عالية جداً جداً من المنتخبين وأكيد وجود أطفال اللي احنا نشوفها ما حضاراتكم دلوقتي دي أكيد طبعاً هي زي ما قلت حالكم هي قمة في الروح الراضية تعالوا نشوفها نتابع ما قبل المباراة والاستعداد لمباراة إنجلكترا وأسبانيا في ملعب وامبلي ونرجع نكمل معكم